إذا وصلت واستد فمي فلم أعد أعترض وأقريت بإني أستحق غضب الله ساعتها أما الآن فقد ظهر بر الله هل يوجد شخص من أحباء المشاهدين يعيشوا هذا الليل الطويل ليل الشعور بالذنب والشعور بعدم استحقاق أي نعمة من الله بل استحقاق الغضب والقضاء إذا كان في حد قلبه مكسور أنا ببلغه خبر حلو قوي بقوله يا بختك ليلك انتهى وصبحك وصل طالما وصلت إنك مقتنع إنك عملت الشر وإنك تستحق قضاء الله استدى الفم والرأس انخفضت تحت عقاب الله أنا استاهل عقاب الله في الحال ستنال التبرير والخلاص ربما أحباء أن أتذكر قصة اللص التائب الذي كان مصلوبا مع المسيح كان المسيح مصلوب في النص وعن يمينه واحد وعن يصاره واحد وكتاب جميل وغريب بيقول إن اللي اتنين اللي الصين أشرار وكانوا بيعيروا المسيح ويسخروا منه هم اللي اتنين دودا بس في واحد فيهم فجأة تدر نور يشتغل ويوصل لقلبه فكلم صاحبه وقال له أولا تخاف الله إذا أنت تحت هذا الحكم بعينه أما نحن فبعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلنا أما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله ثم التفت للمسيح وقال يا رب اذكرني متى جئت في ملكوتك أحبائي نظر المسيح لهذا اللص التائب وقال له اليوم تكون معي في الفردوس برره وخلصه لماذا؟ لأن قلبه انكسر وفمه انسد وأعلن استحقاقه لغضب الله القصة دي مش بيذكرها الكتاب اعتباطا لكن عايز يقول لنا مهما كان حجم الشر الله يقدر يخلصك لو وصلت للنقطة دي أنا مش هبرر نفسي وأنا أعلن استحقاقي لغضب الله في الحال تنال التبرير والخلاص أما الآن فقد ظهر بر الله أما الآن بداية جديدة بر الله بر جديد أما الآن فقد ظهر بر الله بدون النموس في دايرة جديدة تلات أفكار دول خدوا معك بالصرع عزيز المشاهد قبل ما نطلع مرة تاني فاصل أما الآن بمجيء المسيح ظهر عصر جديد بداية جديدة البداية دي تتفهم في ضوء العبارة اللي بعدها أما الآن فقد ظهر بر الله لألاف السنين الله يتحدى الإنسان إنجاز لي هذا التعبير هو يقول له برر نفسك أنت تعبان صح يا رب أنا تعبان أنت محتاجني أيوة رب أنا محتاجك أنت عايز مني عايزك تخلصني يا رب خلصني من اللي فيه وخلصني من اللي حوليه أنا شرير أنا عملت الشر أنا عايزك ترضى عليها خلصني يا رب يقول له أخلصك بس العقوبة بتاعتك أدفع تمنها يا رب تدفع تمنها إيه حبيبي؟ تقدر تدفع تمنها؟ آه طبعا يا رب أدفع لك تمن الغلط اللي أنا عملته طب وريني هتعمل إيه؟ هصلي وهصوم وهدي الفؤرة وهبأ إنسان كويس طب وريني يعد يعيش يوم والتاني والتالت والرابع يعمل أسوأ من اللي كان بيعمله ثم إنه حتى الصلاح اللي بيعمله يخرجه ملوثا برغبات ذاتية وربنا يقول له آه اقتنعت إنك مش قادر لا أنا قادر بس يديني فرصة تاني وهكذا 1500 سنة في النموز و 2500 سنة قبل النموز والإنسان يتساءل كيف يتبرر الإنسان عند الله مش قادر أبرر نفسه بمجيء المسيح وظهور المسيح ومجيء الإنجيل ظهر بقى بر من فوق لتحت عامل بالضبط زي حكاية آدم في الجنة لاحظ الفارق الشاسع بين آدم وحوة بيخيطوا أوراقتين ويسطروا نفسهم وبين الله جايب أقمصة من جلد وبيلبسهم محاولات الإنسان لمدة 4000 سنة هي ظهور بر الإنسان اللي ما نفعش أما الآن فقد ظهر بر الله لقد جاء الله بأقمصة الجلد اللي متخده من الزبيحة عندما مات المسيح فرق كبير حبيبي أخي أختي فرق كبير بين إنك تسطر نفسك وإن الله يسطرك بإنك تبرر نفسك والله يبررك بإنك تعيش طول عمرك عايز تعمل أعمال صالحة علشان تسطر نفسك أمام الله وتكون في منظر تستحق من أجله إن الله يخلصك وبين إنك تقول له رب أنا مش عارف أنا خاطي يجي الله بنفسه ويسطرك ويجعلك في الوضع الذي يستطيع معه أن يخلصك ويقبلك استكمل معا لكن بعد الفاصل فلا تذهب بعيد اشتركوا في القناة بداية جديدة وبر جديد بر مش من الإنسان لله بر من الله للإنسان مش أنا بسطر روحي الله يسطرني أين ظهر هذا البر الجديد والبداية الجديدة في دائرة جديدة تماما دائرة مختلفة عن اللي فات زمان ربنا اشتغل في عيلة سام اشتغل في عيلة إبراهيم وبعدين اشتغل في شعب إسرائيل الله النهاردة بيقدم البر للكل بدون النموس بعيدا عن دائرة اليهود وليس محصورا في دائرة معينة عائلة أو شعب لكن مقدم إلى الكل لكن وإن كان بدون النموس لكن هذا العمل تبرير الله للإنسان وظهور بر الله من خلال زبيحة المسيح مشهودا له من النموس والأنبياء نرجع بقى تاني نقرأ النموس والأنبياء نقرأ العهد الأديم بس بعنين جديدة هل العهد الأديم كان بيتكلم عن أن الإنسان يعجز عن تبرير نفسه وكان ينبئ ويشير من خلال نبوءات ورموز إلى أن الله هو الذي سيبرر الإنسان عندما يعترف بعجزه أي طبعا هناك عشرات الإشارات هناك إشارة في سفر التكوين أشرت إليها منذ قليل الإنسان عمالي خيط ورقتين ويسطر روح جي ربنا طب عليه آدم أين أنت قال له سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان عريان ما انت لابسه هو اكتشف الحقيقة أن اللي خيطه وسطر بيروحه يسطروا من عنين حوه لكن ما يسطرهوش من عنين الله وأنا نفس أقولك عزيز المشاهد ممكن أعمالك اللي بتعملها تخبي بيها خطاياك عن عنين الناس أو أحيانا عن عنين نفسك ودي كرسة لكن ما تخبيهاش عن عنين الله جي ربنا وعمل أقمصة من جلد لما نمشي لقدام ونشوف أن الله بيطلب من إبراهيم أن يقدم ابنه زبيحة حاش لله أنه يكون عايز يسحقه ورفضه أنه يكون كزبيحة قال له مش هو هذا المطلوب لكن كان يشير إلى الزبيحة التي ستأتي لما نوصل لخروف الفصح فصاح 12 من سفر الخروج أنه ما فيش خلاص إلا على أساس دم مرشوش ويقول أرى الدم وأعبر عنكم إذن هناك شهادات من النموس والأنبياء إشعة 53 من الأنبياء يقول هو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين لا دا أكتر من كده يقول عبد البار بمعرفته يبرر كثيرين وأثامهم هو يحملها إذن ظهر البر في دايرة جديدة لكن بأدلة قديمة من النموس والأنبياء لكن بعدها مباشرة يقول الرسول أنه مش بس مشهودا له من النموس والأنبياء لكن يقول بر الله بالإيمان بيسوع المسيح كان دايما في أزهان الناس أعمل لكي تتبرر والحقيقة أيوب ناقش هذا المبدأ وأثبت فشله منذ ألاف السنين بحاول تقرأ حضرتك سفر أيوب أقدم سفر في الكتاب المقدس أيوب عمل كل حاجة حلوة وابتعد عن كل حاجة وحشة وهو أيوب أكتر واحد سأل السؤال ويقول كيف يتبرر الإنسان عند الله إن أعمال الإنسان لا تستطيع أن تبرر الإنسان أمام الله إني أشتاق من قلبي أن كل واحد فينا يفهم هذا الأمر نقشها بعقلك فكر من فضلك إن قلبك بيطلع الغلط وعملك بيطلع منك متلوس بالغلط مهما كان إخلاصك هناك شيء من الخطأ يشوب والقصور والنقص يشوب أعمالك بالإضافة أنه حتى الصالح اللي طالع ده لو افترضنا أنه طالع نقي تماما طيب أنا نفسي برضو بطلع حاجات تانية غلط لو اعتمدنا مبدأ الأعمال لن يتبرر إنسان قدام الله عشان كده جاب وسيلة جديدة الوسيلة بالإيمان بيسوع المسيح بالإيمان عكس الأعمال زي ما بيقول في آفاسوس 2 بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد بالإيمان بيسوع المسيح لماذا الإيمان بيسوع المسيح؟ هو ربنا مش عايزنا نؤمن بكل الأنبياء؟ نعم نؤمن بكل الأنبياء بس لاحظ بطرس يقول عن كل الأنبياء له يشهد جميع الأنبياء عن المسيح في أعمال عشر أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا بالإيمان بيسوع لأنه ما حدش مات من أجلنا حاملا خطيانا إلا يسوع إلى الكل وعلى كل الذين يؤمنون الوسيلة الجديدة هي الإيمان وليس الأعمال تيجي بكل فقر وبكل ذل ومسكنة يا رب عجزت عن تبرير ذاتي وليس عندي عمل أعمله لكني أضع ثقتي في محبتك وأؤمن بنعمتك أنت أرسلت المسيح ليحمل ذنبي ويموت عن خطياتي وأنا أقبلك يا رب يسوع المسيح يا من مت عني خلصني يا الله بناء على نعمتك التي ظهرت في المسيح يسوع أنا أحتمي في يسوع المسيح يرى الدم ويعبر عنك بالإيمان بيسوع المسيح إلى الكل هذه النعمة مقدمة لكل الناس وليس للمسيحين فقط مقدمة لليهودي مقدمة للأمم مقدمة لكل شخص إلى الكل بس لاحظ يقول وعلى كل الذين يؤمنون هذا البر مش هيسطر إلا اللي آمن إذا آمنت بالمسيح معناها أعلنت إنك مش قادر تبرر نفسك إذا رفضت الإيمان بالمسيح معناها إنك مصر إنك لسه هتبرر نفسك حباء المشاهدين ممكن واحد يكون مآمن بالمسيح المسيح الحي المسيح العمل المعجزات المسيح اللي ظهر في الجسد بس مش هيبررك هذا الإيمان لازم تؤمن بأنه مات ليحمل عنك خطيك لأنك أنت مش قادر تبرر نفسك الإيمان بالمسيح هو الذي يبرر لكن أخيراً يقول الرسول لأنه لا فرق ما فيش فرق بين إنسان وإنسان ليه؟ لأنه إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله أخطأوا حاولت تتخيلها معايا خط أحمر ربنا رسمه وقال ما تعدهوش كلنا عدنا أعوزهم مجد الله تخيل معايا عتبة ربنا عايزنا نوصلها علشان نمجده محدش فينا عارف يوصلها يبا ربنا رسم خط تحت وقال ما تعدهوش عدنا رسم خط فوق وقاله وصلوله معرفناش نوصل يعني قال ما تغلطوش غلطنا قال مجدوني أصرنا ومعرفناش نمجده هذا هو الوضع الذي نحن عليه وهذا هو الذي يحتم الإيمان كالوسيلة المنطقية الوحيدة لأننا عجزنا عن العمل لاحنا عارفين نبطل نحن نعد الخط ولا عارفين نعمل العمل اللي يمجده لكن شكرا لله لأجل نعمته مددلك إيده وبيقولك الآن ظهر بر الله ياللي مش عارف تبرر نفسك تعالى بالطضاع ومسكنة والله مستعد يبررك أتركك والرب معي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر